السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واماني سالم معاكو لكلهم تابعيني وحبيبي النهاردة هنعمل مع بعض تكيزات رمضان هنعمل النهاردة جليش بالكنافة بطريقة سهلة جدا جدا والطعمة كمان حكاية وكل سنة وانتوا طيبين ويلا بينا مع بعض نشوفها منازل هنسمي بالله ومعانا كدافة حطناها في الفيريزر علشان لما تطلع تبقى متكسرة وسهلة جدا منعودش احنا نقطعها تبقى صعبة معايا في التقطيع لما تحطيها في الفيريزر وتبقى هشة وجميلة جدا جدا ومكسرة زي ما انت شايفها ومعايا معايا ترفع معايا السكر وامسك ورقتين بس من الورقة جليش طبعا احنا دهنها بالسمنة والزبدة او زبدة وزيت اللي انت حابها هبتيجي بقى ألف فستوانة بالشكل ده بس شارت لازم تتأكد كويس جدا انت بتلف فيها حلوة قوي قوي علشان كل الخلطة بتاعتي ما تطلعش وشايفة كده كل مرة هنعمل نفس الطريقة وحضر معايا صنية ومناسبة وحط فيها ورق الزبدة ودهنها بحب الزيت صغيرة وهبتيجي بقى اطلعها كأنها مصطرة اول ما قطعت اول واحد هبتيجي قيس عليها كل اللي انا قطعته علشان توقفش واحدة اكبر واحدة ازغر وكل ما خلصت الكمية بتاعتي ألفها لازم من البلاج بتاع فوتها عشان ما نشافش وخلاص كده خلصنا الكمية كلها وشايفة كده كلها ما شاء الله سوى واحد فلا واحدة اكبر واحدة ازغر وباقي الزبدة والزيت الباقيين هنتجي الرشها فوق الوش لكل الصينية وطبعا مورعيني الفرن على ضربة حرارة مية وستين واول ما يبتدي يستوي معايا هبتدي افتح الشواية عشان داخدوا لون الدهب الجميل وشايفة ما شاء الله رائعة جدا جدا ومعايا الشرباط يكون شرباط صخت هبتدي بقى رشه على كل الصينية بتاعتي ومعايا الفوز دق الكذاب احنا عاملنا قبل كده في القناة هنبتدي بقى نزين بيق الصينية الجلاش بتاعتنا وكل سنة وانتوا طيبين وعلى فكرة الوصفة دي رائعة جدا جدا ميكس بين الخليط بين الجلاش وبين الكنافة والطعم كمان حكاية يا رب ان شاء الله تكونوا الوصفة عجبتكم وتنسناش في الدعوات وان شاء الله رمضان كريم على الكل وكل سنة وانتوا طيبين وكان معاكو اماني سالم وان شاء الله بالفه هنا وعافية